بطولة عربية في تونس وكان عندي إصابة من مباراة قبلها مع هامبورج الألماني وكانت أول مباراة لها وأحرصت فيها هدف التعادل النادي الآلي في هامبورج في ألمانيا البطولة العربية في تونس طبعا بطولة عرفتني بجمهور النادي الآلي وجمهور مصر لأن مشاركتي في مباراة الناصر الإماراتي في نهاية الشوط الأول بعد إصابة وليد صلاح الدين كانت النتيجة واحد واحد في استاد المنزة في تونس وأول ما شاركت في المباراة حرصت الهدف التاني للنادي الآلي من كور عمل آلي هادي خشبة وجبت الهدف التاني للنادي الآلي في الشوط الأول نتيجة طلعت الشوط الأول اتنين واحد والشوط التاني قدرت من اللعبة من زكاة طبعا ومقارة رضا عبد العن ويوصني انفراد من نص الملعب وصلت انفراد وجبت الهدف التاني في الناصر الإماراتي ودول كان أول هدف اللي هي مع النادي الآلي في أول مشاركة رسمية بعدها لعبنا مباراة مع فريق اتحاد السوري وكان فريق قوي جدا وفي أول مباراة رضا عبد العالي الداني كورا على الثمنتاشر قدرت ان انا احرز منها هدف صعب للنادي الآلي والهدف ده كسبنا باللقاء فطبعا بطولة تونس 95 يعني عرفتني بجمهور مصري وممكن انا حسيت الكلام ده لما رجعت مصري ممكن انا ده الاقلي ما كملش في الأدوار التانية ولكن لما رجعت مطار الكهيرة بقى واستقبال الناس لقيت استقبال حفل بالنسبة لي فدي كانت البداية بداية تونس 95 واحرزت مع الافريقي في الافريقي فطبعا بطولة كانت قوية ولكن احنا كنا في بداية الاعداد يمكن ما كملناش فيها الاخر والله يعني البطولة دي كانت بطولة غالية جدا جدا عليها لان انا كنت مصاب اصابة في العضلة الخلفية خدت معي وقت دي شوية خدت معي شهرين ما كنتش باتمرن مع الفريق خالص كنت باتمرن لوحدي في التأهيل فانا شاركت بالصدفة في البطولة دي يمكن كانت في بعض الاصابات للنادي الايلي فليكس كان ايده فيها كسر وكان حسام حسن كان عنده برضو اصابة فكان بيلعب سيد غريب كان احد ابناء النادي الايلي وليس صلاح الدين وانا رحت البطولة دي او الجهاز كلمني قال لي انت تيجي معانا تقعد على الدكة لكن انت مش تلعب خالص انت بتمرنش مع الفريق بقالك شهرين فطبعا انا كنت فرحان جدا ان انا اروح مع الفريق وتواجد معهم في المعسكر وشارك في البطولة حتى لو انا مش هنزل ملعب بس رجعت الفريق مرة تانية فكنت في مبارات اتحاد بليدة والنتيجة كانت واحد واحد اهل اتحاد بليدة جزائري واضطريت ان انا انزل بعد اصابة وليد فالجهاز الفني لمحت ان اما بيتكلموا بيفكروا فيها بس اعرف في العيد ما لاعبش بالوشارين مع الفريق فانا امت ساعتها يعني كان الله ارحمه كابتن سابت البطل والكابتن احمد مير الله ارحمه امت وروح تانا يقول لهم انا هلعب وقول ما انطبع المدير الفني اه انا 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 بتكلم على الموقف اللي ضار قاموا كلهم اتكلموا وكان الحاج محسط انطاو وكابتن مير همام اتجمعوا كلهم عايزين ينزلوا فرود وانا اللي قاد على الدكة وما بشاركش مع الفرقة فانا امت وانطلهم انا هلعب وانزل واجيب جهور فخدوا الاحساس مننا فيعني اتخيلهم قبل البطولة بيقولولي انت هتيجي ومش هتشارك خالص فاتحت لي فرصة ان انا ممكن اشارك فقالولي تقدر وقالت له ما انا اقدر وجاهز فانزلت فعلا المباراة دي ومع اول نزول لي رحمد يوسف عمل كرة طولية فانكن انا كنت بتميز بالسرعة قوي يعني بالكرة فاخترقت تفنس اتحاد باليده وانفرطت بالمرمى واحرصت هدف وهدف كان غالي جدا علي يعني الهدف ده وجاب بعدي بقى الاهدف التانية اه بعدي طبعا لعبنا رفع الفلسطيني اه اكسبناهم سبعة اه احرصت خمس اهدف في المباراة دي وامكن اه للعلم يعني انا احرصت خمس اهدف بجميع اجزاء جسمي زي ما بيقولو جبت هدف بيميني وهدف بشمالي وهدف بربتي وهدف بسدري وهدف بدماغي وضرب الجزاء فيعني يعني اه ما بتحصلش كتير يعني ان انا جيب او اي لاعب ان هو اسجل في مبارا واحدة اه يعني هدف جبت هدف برقبتي وهدف بسدري كرة كانت جات في العرض بتاعة مجد طلبة انا طلعت لها وحطتها هدف وجبت هدف بدماغي وجبت بشمالي وبيميني فطبعا يمكن المباراة دي اه ودتني بعيد شوية وخلت الناس حتى في الشارع المصري في الفترة دي يعني اختروني افضل لعب في الفترة دي في النادلالي دي كانت مباراة صعبة جدا لان فريق الهلال السعودي كان فريق هو جدا كان بيملك لعبين كبار جدا سام الجابر والسنيان وكانت فرقة قوية جدا وكان عندهم مدافع كان بيلعب علي كان اسمه الليتانة مدافع ده كان كابتن منتخب زنبيا وكان طوله اثنين متر وزيادة يعني ما راجعت انا كنت بنط يعني اجيبي الفانيلا بالعافية وطبعا مباركة صعبة جدا ويوسف السنان احرز هدف في كابتشوبير كان من فاول وانا اتعدلت للنادل الاهلي في الشوت التاني بهدف من كورنر من مجد طولبة طلعت بدماغي حطيتها في سافة الجن يعني ساروخية كان هدف رائع يعني وكان معاه الليتانة ده الليتانة زي ما قلتلك طويل جدا فاتعدلنا وربنا كرمنا شوت تاني وبالهدف الزهبي هدف احمد نخلة وقدرنا ان احنا نوصل للنهائي مع فريق الرجاء المغربي والله المباراة دي كانت مباراة صعبة جدا لان كانت فرقة الرجاء كانت فريق قوي جدا كان فيهم حوالي على الاقل تساع لعيبة في منتخب المغرب كان عندهم بصير صلاح الدين كان لعيب كويس جدا 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 وكان عندهم لعيب اسم الروسي احترف في اسبانيا لأ كانت فرقة قوية جدا فرقة كانت سريعة عندهم مهارة ولعيبنا للمباراة دي بتكتيك عالي جدا وقفلنا خطوطنا وكنا قريبين من بعض وقدرت ان انا اخطف كرة من مدافعين كنت بضغط على المدافعين بتوع الرجاء وضغطت وخطفت الكرة منهم وروح تمديها الوليد صاحب ديني اللي هو جاب اجمل اهداف اعتقد الوليد في مسيرته اه يمكن الهدف ده لو شفته وليد رقص الحارس وكان مفروض انا روحت له عشان يداني والشبكة فاضية فواليد رقص تاني عشان يجيب هدف يعني هدف علامي يعني وليد صلاح الدين بموهبته كبيرة والحمد الله حصلنا على البطولة وكان البطولة مميزة جدا 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 والله دي بطولة دي كانت برضو بطولة من البطولات صعبة جدا جدا لان احنا ما رحنا البطولة البطولة النغبة في السعودية كانت ثلاث فرق من السعودية فريق الهلال السعودي طبعا معروف اقوى فريق ناك وفريق الاتحاد السعودي وفريق الشباب السعودي فطبعا دول اقوى ثلاث فرق في السعودية بجانب النادي الاهلي طبعا المصر كنا احنا الاربع فرق في مجموعة واحدة لعبنا في استاد الملك فهد وكانت بطولة يعني كان فيها لغة شوية لان كان التحكيم يعني ظلمنا في مباراة الاتحاد اما مباراة الشباب ممكن مباراة الشباب دي كنا خسرين واحد صفر وانا حرصت هدف التعادل من النادي الالي كان مشير حنفي عدة من ناحية اليمين ورفع لكورة عرضية طلعت جنب اهالي وجبت كورة في ساف الجون وتعادلنا بيه وممكن هم جابوا هدف ساعتها كان مشكوك فيه ان هو افصايد تلعب ناحية اليسار فليكس وحاول انقلت اغمى من جزاة النقل ولكن ابعاد موفق الى وصم الهادي تلعب مرة ثانية الى رضا عبد العال في اقصى اليمين محاولة انطلاقة في مشير حنفي ومشير حنفي وهدف التعادل هدف التعادل هدف التعادل لعين الاهل المصري في الدقيقة سبعة احمد عبد المنحل احمد عبد المنحل احمد عبد المنحل يسجل هدف التعادل من كورة عكسية وفي نفس المربع وفي نفس الاتجاه برضو في موبرات الاتحاد كان حكم العرجون حكم مغربي يعني حصل مشكلة وطرد مبريم حسن ومجد طلبة فأسرت علينا في البطولة لكن في الاخر كسبنا الهلال السعودي وقلبنا البطولة كسبنا الهلال فراحت للشباب يعني كانت بطولة صعبة لو ظروفها يعني لو مش الطبيعية الاهل كنا ممكن نحصل عليها اه دي طبعا بطولة برضو مهمة جدا جدا لهي البطولة العربية 98 في تونس اه يمكن البطولة دي انا شاركت هنا مع الفريق اللي لعبوا قدام البني الاسيوبي في الطولة افريقيا وكنا بتاعدلين هناك واحد واحد والنتيجة كانت في الملعب واحد واحد في القايرة وانا احرصت هدف الديئة واحد واربعين اه الهدف التاني النادي الهالي وبعديها يعني بعديها على طول بعد ما صنطرنا اه تعادلوا معنا وكان فيه مشكلة ان ان في الفترة دي خادوا اللعيبة الجاهزين كلهم في تونس ومعظم اللعيبة اللي كانت في القايرة ما كانتش بتشارك كتير فدي اللي كانت مؤثر علينا شوية ودي اللي خلتنا ما كملناش ففي اليوم ده بعد المباراة دي انا سفرت على طول للفريق الاهلي في تونس وشاركت معاهم في البطولة اناك قدام مولدية وران الجزائري وحصلنا على البطولة اناك في تونس سويدي ممكن هي اللي يعني شفعت لنا ان احنا بطولة افريقيا كنا لسه في الادوار الاولى فخدنا يعني خدنا بطولة في في تونس فعوضت البطولة دي وفيه طبعا البطولة العربية برضو كانت في تونس اللي كان فيها صفاكس تونسي وكان فيها فريق من فلسطين دي احرصت انا في صفاكس تونسي في ملعبه هدف تعادلنا واحد واحد واحرصت الفلسطيني هدف واحرصت هدف كمان يعني انا بس الزاكرة تحاول تجيني فاحرصت الحمد لله في كل البطولات العربية وكان فيه بطولة كمان بطولة الصداقة دي با يعني كانت تتلعب في السعودية في قبه ها تلعبت مرتين وانا خدتها في البطولتين دول احرصت في الهلال في الاهل السعودي كسمنا ثلاثة واحد جبت جنين وجبت في كازمة الكويتي وجبت في الهلال السوداني يعني الحمد لله أحرصت فرق كتيرة جدا عربية فيه أهداف طبعا يعني مؤسرة جدا للنادي الأهلي وفيه هدف جابه طولة وفيه هدف بالنسبة لنا من أحسن أهداف يمكن لحد النهاردة الناس في الشارع المصري يعني بيفتكروا لهدف ده طبعا هو هدف في مرمى الأولومبي وده كانت أول مباراة لها في الدوري مع النادي الأهلي وأحرص ثلاث أهداف جبت الهدف الأولاني بشمالي كان وليس صلح الدين الديني وجبت الهدف الثاني من كرة علي عملها أبراهيم حسن لفليكس فخرج بره الثمانتاشر وأنا جاي بسرعيتي خدت الكرة أطلعت بره المفروض أن أعملها بالعرض حطيتها بوش رجل خارجي في المقص الساروخ يعني كان هدف علامي يعني ويمكن خد أحسن هدف في تاريخ الدور المصري لأن هدف كان صعب جدا أن كل متواقع أن أنا أعمل الكرة بالعرض أنا أعدلت جسمي على الكرة كويس قوي وحطيتها بكوة بعيد عن حارس المرمى الأولومبي شامب الحسن راحت في المقص ساروخ وده كان الهدف الثاني وجبت هدف بدماغي فطبعا برضه أول مبرالية مع الأهلي في الدوري أجيب جون بشمالي وجون التاني بيميني والهدف الثالث بدماغي فكل الحاجات دي يعني سابت انطباع جيد جدا عند الجماعير لكن ضغطتنا أنا كنا ساعة نروح نلعب لإسماعيلي نادي الإسماعيلي في إسماعيلية أو المصري ألاقي الجمهور يقول لكوش رايزينك تجيب خمس تجوار فهم أتعودوا على الخمسة والثلاثات طبعا عندي كاب بتضغطني فالحمد لله أنا ليا زكريات مع الأهلي كتير في حتة أحراص خمس أهداف طبعا البطولات العربية بتبقى جميلة ويعني النادي الأهلي بيبقى النادي الأكبر اسما وتاريخا وكوة وبنتجمع مع أندية ومع العيبة كتير جدا يعني وبنستقبل استقبال يعني جاء يعني فوق ممتاز من قصة من سعودية وتونس والإمارات يعني لا بيستقبلون استقبال كويس جدا كل الدول العربية لأن عارفين حجم النادي الأهلي والتاريخ النادي الأهلي لكن في بطولات يعني ليها تأثير يعني في بطولة النغبة في المغرب يمكن دي ما تكلمناش عليها دي كانت البطولة رايحة مننا احنا كسبنا الفيصال الأردني 3-1 وأنا كان عندي إصابة في أنكر رجلي وكنت بشارك لفترات وبعدها لعبنا أولمبي خريبكة في المغرب وجاءنا ضرب الجزاء والنتيجة 2-1 كانت النتيجة 2-2 ودخل شاطع محمود أبو الدهب الكرة دي تيجي ناخد البطولة أننا كسبنا الماتش الأول ونكسب الثاني والرجاء المغربي كان متعادل ماتش أو متعادل ماتشين فنكسب الماتش دي ناخد البطولة فالكرة أبو الدهب انت عارف محمود أبو الدهب كان مشهور بكوة رجلية حطها بكوة جدا جات في بطن العرضة وراحت اتردت علينا داخل الجون والكرة دي كانت فاخر دي في الماتش وخصنا 3-2 فجينا خلاص يعني احنا برا اللعبة فالفياريء الفيصالي الأردني كسب أولمبي خريبكة اللي كان هياخد البطولة فلما كسبوا قدنا فرصة أن احنا مع الرجاء المغربي لازم نكسب عشان ناخد البطولة أو في ملعب يعني الرجاء في استاد الملك محمد الخامس يعني في ملعبهم وفي جمهورهم وفرقة كثيرة جدا المباراة دي أنا شاركت فيها الشوت التاني ونزلت شوت تاني وممكن فيه فاول جي سامير كامونة جابه في الديا 41 كرة كان فاول رفعها محمودة بالداب جابها سامير كامونة والجون ده كان يدينا البطولة وبعدين هم ضغطونا هم بيسنتروا وضغطنا أنا رح تضغط على البكريت بتاعهم رح تقاطع الكرة ورايح واخد الديفنس كله في داري ورح ترايح وعمل ضرب الجزاء وشطها هذه خشبة وكسبنا وجابها هذه الهدف التاني وخدنا البطولة في المغرب وسط طبعا الفرق المغربية اللي كانت معانا فطبعا دي بطولة برضو كانت صعبة جدا جدا ان انت بتجيبها في اخر لحظة احنا كنا برا البطولة مش عايز اقولك الاجواء قبل المباراة دي يعني ممكن الجماهير طبعا بتشجع فريقة لما لقوا ان فريق الأولمبيك خريب كخسر بدأ يتحدف علينا بعض الزجاجات وبتاع لان احنا وقفنا يعني فرحنا ان النتيجة دي ادتنا الامل وفعلا استغلنا الموقف لان النادي الاالي نادي كبير ونادي ما بيعرفش يلعب غير على المكسب والحمد لله النادي الاالي او الجيل بتاعنا كان في البطولات الكبيرة كنت تلاقيه يعني قد المسئولية واخدنا بطولات كتيرة جدا وكانت بطولات صعبة فطبعا ده موقف ما ما يتنسيش لان احنا كنا في الاستاد اتحدف علينا ازايز ويعني بس طبعا احنا كنا شعرين بيعني او مقدرين يعني موقف الجمهور المغربي فرقتين من عندهم ممكن تروح منهم البطولة في ماتش والحمد لله قدرنا ناخد البطولة ورفعنا الكاس في المغرب فدي من البطولات برضو المؤسرة جدا واللي كانت فرقت معي انا ومع النادي الاالي من احسن البطولات برضو اللي عملتها رغم ان انا شاركت في اوقات وليلة فيها الاصابة فلا الحمد لله اممكن انا كنت بتكلم معك قبل ما نبدأ يعني الحمد لله انا مع الفرقة العربية سجلت في معظم الفرقة العربية وفيه مباراة انا سجلت فيها في شوط واحد خمس اهداف برضو دي كانت مباراة اهل دبي الاماراتي كانت سنة 95 ودي اول مباراة ودية ليا في الكاهرة يعني انا كنت مع النادي الاهل في المانيا سجلت في فريق هامبورج الالماني وممكن ميستر هولمان ساعته قال لو خسرته 6 صفر انا بقى سعد واحد في المانيا ولو خسرته 4 صفر انا بقى سعد واحد في العالم فامكين هو كان لسه مسكنا ما يعرفش النادي الاهلي اسم النادي الاهلي وقوة النادي الاهلي فربنا كرمنا المطش ده يعني كنا خسراني اتنين واحد حسام حسن كان جايب الجون لانا نزلت جيبت هدف التعادل وبعدها لعبنا مباراة مع فريق درجة ثاني اناك انا احرصت فيه 6 اداف يعني جيب 6 اداف لدرجة الجمهور كله نزلت لفع حوالي وستة اهداف في ماطش فالحمد الله يعني كان عندي الميزة دي بعدها رجعنا كايرة جمهور النادي الاهلي عايز شوف من اللي بيجيب ستة جوان ويجيب في همبورج اهداف فجم متفرجوا علي في ماطش اهل دبي والاهلي استد سكة حديد الشوت الاول كنت بالعبانه وحسام حاسم فراودة الشوت الاول انتقى ستة واحد النادي الاهلي كان معنا لعيب احمل عفتاح كان ملعب معنا جاب هدف وربنا كرمني في الماطش ده حاسد خمس اهداف خمس اهداف والجمهور اول مرة يشوفني فدي خلتني عميتلي شغرة كبيرة جدا وخلت الناس تبقى اتصق فيا فامكن انا انا بذكر او انت فكرتني بالحاجات دي دايما بقول للعيبة الجيل الموجود يعني خليك طمع شوية لما تيجي تجيب جون المفروض معنواتك تعلى ان انت تحرس جون تاني وتالت لو فيه فرصة ما تكتفيش ان انت تجيب هدف فدي كانت الحمد لله كانت فاية لما بجيب جون كان الجهاز كله كل اللعيبة كانت تتوقع ان انا اجيب جون والتاني والتالت فجبت خمس اهداف فقالي ودبي في شوت واحد اشتركوا في القناة